جدل في الجزائر حول مشروع قانون يجرد الجنسية الجزائرية عن المغتربين الذين يضرون بمصالح الدولة وذلك عبر أفعال تمس بالوحدة الوطنية أو الانخراط في منظمة إرهابية وتمويلها أو تمجيدها بالإضافة إلى التعامل مع دولة معادية هذه الأفعال تعد جرائم في نص القانون الجزائري كانت سبباً في إدانة القضاء لنشطاء في الداخل وإصدار مذكرات توقيف دولية بحق آخرين في الخارج جزائر منذ 62 هي التعرض لهكذا مجموعات كانت دائماً تنوش السلطة من خارج الأراضي الجزائرية ولكن لم يطرح هذا الموضوع هكذا إجراء أو هكذا قانون أنا أقول بأنه مثل مصادرة لحقوق مكتسبة خطوة الحكومة المرتقبة زادت من مخاوف معارضي السلطة حول توظيف قرار تجريد الجنسية الأصلية أو المكتسبة عن الجزائريين في الخارج لأسباب سياسية لا أعتقد أن هناك قراءة أخرى لهذا القانون غير القراءة السياسية والتي تهدف إلى جعله كعقوبة ضد المعارضين المقايمين في الخارج من خلال تهديدهم بتجريدهم من الجنسية الجزائرية لكن في المقابل أمام التهديدات الإرهابية التي من فكت وزارة الدفاع تكشف عنها يرى أمنيون أن الإجراء صائب وفي التوقيت المناسب لصد الخطابات الدافعة لصناعة الغضب هناك من يدعو إلى تمجيد الإرهاب وهناك من يصرح علنية على تقسيم الجزائر ويفكك الوحدة الوطنية ويعمل على ذلك كل هذه الأمور أعتقد أنها وصلت بالمشرع الجزائري أن يضع لها حد شعارات وصفت بالمتطرفة رددها بعض المتظاهرين في المسيرات الأخيرة استهدفت قادة الجيش والأجهزة الأمنية بعبارات أدانها نشطاء الحراك أنفسهم مشروع قانون يجرد جزائريين من الجنسية تحاول به الحكومة إفشال مخططات من تصفهم بالمهددين لاستقرار البلاد يتزامن ذلك مع سجال في الشارع حول محاولات استغلال الحراك الشعبي وتحريفه عن مصاره السلمية عبد قادر خربوش العربية الجزائر